في خضم الجدل الدائري حول سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من أيار مايو المقبل ذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس مقترحات لإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان حتى 21 نوفمبر المقبل بدلا من الموعد الحالي مطلع أيار مايو وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قناة NBC نقلت عن مصدرين أنه خلال المناقشات التي جرت بين الرئيس الأمريكي وبين فريقه للأمن القومي عرض بايدن مساعي وزارة الدفاع للإبقاء على القوات في أفغانستان إلى ما بعد الأول من أيار مايو المقبل لكن الفريق الأمني يعمل على إقناعه بدراسة تأجيل الانسحاب ستة أشفر أخرى وبحسب المصدر الأول فإن بايدن يريد الانسحاب مطلع أيار مايو لكن المسؤولين في البنتاجون حذروا الرئيس من العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها في حال انسحاب جميع القوات أما المصدر الثاني فأشار إلى أن القادة العسكريين طره عدة خيارات على الرئيس الأمريكي منها تأجيل الانسحاب لفترة معينة يحددها بايدن بنفسه مؤكدا على عدم اتخاذ قرار نهائي بعد يذكر أن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وبين حركة طالبان في الدوحة نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أيار مايو مقابل ضمانة من الحركة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم لمهاجمة المصالح الأمريكية أو خلفاء الولايات المتحدة